بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أخوتي السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال فكيف ما كيقولوا في دقيقة تسعين نطل المطبخة كان نحضر صحور فدرت هذا المملاحة اللي كتجي من أرواع ما يكون فرمشة العين كتتحضر بواحد الحشوة مميزة وكذلك واحد العجينة لمميزة جدا بديلة العجين المورق لكن بأبسط المكونات وكذلك الخطوات تكون سهلة مهلة فأنتمنى أن فيديو اليوم ينال إعجابكم لا تنساوش لايك واشتراك في القناة بالنسبة لأول مرة يشوف قناتي وكذلك البرتاج مع الأهل والأقارب فهنايا بالنسبة للمكونات أنا غادي ندخل فيها الخضر أكيد فعندي زوج فلفلات زوج خزوات زوج ماطيشات وزوج بصلات وبالنسبة للعمارة غادي نديرها بالحوت فأنا عندي هنا شوية قلمار وشوية كخفات متوما إلا كانت عندكم تل هبرانة على الحوت البيضة ممكن تديروها ولا الهبرانة على الجاج ولا الكفتة المهم اللي بغيتو غادي ندير كذلك الزيت نباتية بدرة التوم لصصوجة الملحة اللي بزار والزنجبيل فهنايا من بعد ما قطعت ذلك الخضر مهم مكعباتها قادرتهم في المقلة غادي نضيف عليهم شوية الزيت نباتية وغادي نضيف بدرة التوم فأنا علش ما استعملش يعني التوم هكا الطرية غي بحكم أننا في فصلة في شهر رمضان عفوا فبغيتها تكون هكا خفيفة من ناحية التوم غادي نزيد الملحة اللي بزار والزنجبيل كيف ما كتشوفوا معي سافي غادي نحاول أنني نحرك هاد الخضراء ونغطي عليها ونخليها هكا حتى تبدي تشحر وتنزل معايا فأنا ما استعملش نهائيا لخرقهم فغاديك لصصوجة غادي تعطينا واحد للوين زوين وغادي تجين لديدة لديدة وبدون استعمال ولا بلا ما ندخلو هكا ديك الفيرميسال دوشين المهم أنا دبا من بعد ما شحرت هاد الخضراء غادي نضيف لي هازو جماطيشات هكا مقطعين شوية دلقصبر ومعدنوس ونحاول نحرك هكا واحد تحريكة خفيفة ونضيف ذاك الحوت اللي قطعتو هكا قطع صغيرة فليك خوفات خليتهم هما هما لكن ذاك الكلمار قطعتو مكعبات صغيرة ضفت هنا تقريبا لحسب ثلاثة دلمعال ققبار ننتعلى صصوجة الخفيفة صافي غادي نضيف ذاك الحوت نتاعي ونخلط ونغطي عليها باش يتشحر كل شي فأنا بغيت ذاك الحوت من اللي كيكون يتشحر غادي يطلق لي المنتعو مع ذاك الخضراء باش جيني منك ها هكا بلدة السماء كارجو عارفين مهيم اللدة تكون قوية شوية صافي هنا يا كتشوفوا معايا ذاك ماطيشة وذاك الحوت تطلق المنتعو فأنا غادي نحرك ونخليه يزيدي طيب وندوز مباشرة باش ها كان عجن العجيني نتاعي اللي من أروع ما يكون غادي تشوفوا معايا تقريبا هاد العجينة عندي موعد تمادة في المملحات أنا هنا يدير خمس مئة قرام دقيق أبيض معلقة كبيرة الزبدة بودرة التوم غادي نسم بها هاد العجين درت شوية بودرة التوم هاكا وغادي ندير الملحة واليبزار والزنجبيل بغيتوا تتفادوا هاد العطرية هاكا في العجينة تفادوها لكن أنا ديما نبغي هاكا العجينة تهيات جيني منكها ومن السما فكتشوفو كندير شوية شوية من كل حاجة ومعلقة كبيرة نتاع الزبدة بدرجة حرارة المطبخ بالنسبة للماء كتشوفو قدامي حط زوج كسان نتاع العنباء نتاع الماء بالنسبة للمبتدئات يبغيو هاكا العبارات والقياس نتاع الماء وذاك شي أنا غادي نحاول نخلط داك شي غي هاكا سهلة مهلة ونعجنها بدك الماء فغادي تشوفو معايا القياس نتاع الماء اللي يدخلي في هاد العجينة المهم أهم شي أنها تكون عجينة قاسحة باش تساعدنا هاكا نخدمو بها بكل سهولة وأريحية فهنا يا أنا ديرات تفصيل يعني هاكا غي صغير داك شي عاش بدات تطح البقيق يطح من هنا ومن هنا بسح ما شي مشكل صافة غادي نحاول هاكا نجمع ديك العجينة بدك الماء خويتها كلها في البلوند تخافاي يعني غبني داك التفصيل فانتمنى أنكم تجربوا هاد المملحة هاد جي رائعة رائعة وكيف ما قلت لكم ممكن جدا أنا قمت عودوا السمك ولا داك الحوت ولا فوكه البحر بالكفتة ولا صدر الدجاج ولا داند أي حاجة كانت عندكم تقضي الغرض فهنا ياكا نحاول أنني غين جمحها يعني ما كان دلك هاشي دليك كتير غيها كلب بها شوية ومبعدها غادي نلفها في واحد الورق نتاع الفيلم أليمونتاغ ونخليها ترتاح مع رصها فإلا بغيتم أنتمات تريدون اللول تعجنوا العجينة ومبعدها تدزل الحاشو غيانة ما كانش عندي الوقت فبديت بالحاشو باش نخليها تبرد ومبعدها كتشوفوا معاياك كاسو ونص من المال اللي دخلت في هاد الخمسمائة جرام انتع الدقيق هنا يا العمارة وال الحاشو كتشوفوا أنه صفي بديت دخل الطياب أنا صفي غادي نحيد عليه المغطف ونخليه باش يتشرر بجميع السوائل وفي ذلك الساعة نضيف الزيتون 100 كميه نضيف الزيتون نضيف الزيتون نضيف سطح العمل بشوية زيت نباتية لتساعدني انه نحل العجينة سوف نديرها على شكل مربع كبير على العموم العجينة من اللي كترتاح مزيان اراها ما كتقطاش نهائيا تعاونكم مزيان في الخدمة عندي الزبدة بدرجة حرارة المطبخ سوف نحاولها كغيبيديا و البنسو كيف ما بغيتو المهم تخدمو كيف ما قلتلكم انا كنت مزروبة مزروبة فبغيت هكا نحضرها معاكم غادي ندهن هكا ديك العجينة بالزبدة كيف ما كتشوفو كل طية كنحاول انني ندهن بديك الزبدة اللي درتها بوحدها مخلطها بحتى شي حاجة إلا بغيتو انتو ما ديروا شوية زنجبيل شوية إبزار فيها وستعملوها هكا بحال يون بوماد المهم غادي نبقى هكا نطوي كيمة المسمنة العادية وبين كل طية وطية غادي نحاول انني ندير الزبدة فهادي عجينة بديلة العجين المورق كتجي مقرمشة وهشيشة وما تشبعوش منها صافي غادي نمشي على هالطريقة حتى نسالي دوك اربع مزمنات اللي عندي ومبعدها غادي نشوفو الخطوة الموالية كتشوفو العجينة يعني عاطية الطوح ما كتتقطعش بحال هنا انا راني كنت مزروبة كما قلت لكم انتوما يلخليتوها ترتاح مزيان مزيان نراها نهائيا ما كتتقطعش معاكم وتساعدكم حتى على الخدمة بالخصوص انها تكون هكا قبطة فرصها يعني تكون قاسحة العجينة باش ما تعدبكمش في الخدمة صافي حاولت انني نكرر معاكم العملية فانتمنى ان فيديو اليوم ينال اعجابكم وانتمنى انكم تجربوها فعلا تستحق التجربة والاهم دي ما كان قلبه على حويجات هكا اللي نخدمهم في واحد الوقت اللي يكون وجيز فان شاء الله تنال اعجابكم صافي هكا سوف نخلي دوك المسيمنات يرتاحوا معايا واحد العشر دقايق هكا ونغطيهم هكا بداك الفيلم اللي كنت درته في اللول صافي ومبعديها غادي نحاول انني نحل كل مسمنا نحاول انني نقرسها هكا ونعطيها شكل ونربع ومبعديها غادي نقطحها هكا بديك القطع ان تعبيت ذا المهم الفيديو راه موضح قدامكم فكل مسمنا غادي تعطيني تسع وحدات حاولو انا قوم اللي تقطعو دوك المكعبات اه تفتحوهم هكا الجواني بنتاحهم تعاودو تفتحوهم كيف ما غادي تشوفوا معايا دبا هكا ونحاولو اننا نديروا بحال واحد الكموسة ولا ونحطوهم ومبعديها غادي نحطوهم في اللطن تعنا فغادي نستمر على هالطريقة حتى نسالي الكيميا اللي عندي صافي اسهل منها مكاين والعمرة اخواتي المبتدئات كيف ما كان قل دي ما يعني ضروري انكم تخليوها حتى تشرب مزيان مزيان ما تكونش هكا فازقة بش ما تقطعش لكم العجين فهنا اخديت واحد اللطا دهنتها بسبدة كذلك اخديت دوك القطاعات حاولت انني ندير على شكل قلية بهاكا دهنته كذلك هو باش ما تلتسقش لي العجينة بيها صافي غادي نحاول انني نعطيها الفورم انتع قلية بهاكا فهديك رها ماشي مقطع غي لافاص اللي سقطتلي في العجينة من برا غادي نحيدها من اللي نجين دهنها المهم حاولو انه القويرات متاعكم ما يتقطعش لكم باش جيكم منيضر هكا زويون صافي غادي نمشي على هالطريقة ومبعدها غادي ندوزوا مباشرة باش ندهنوها اي قطاعة كانت عندكم ممكن تستعملوها يعني تعطيكم ديكلا فورم تاحها فهنا يا انا درت الشهدة كيف ما شفتوا معايا ودرت كذلك ذاك القليب خديت واحد البيضة ممكن تاخدوا حتى صفر بيضة غادي تكفيكم لهاد العجينان تاع خمسمية قرام دقيق ازت معاها شوية لصوص صوجة باش تعطني هكا واحد اللون ذهبي وغادي نحاول انني ندهن دوك المملاحة متاعي عندي هنا زرعان تاع القرعة وزنجلان الكحل وزنجلان الابيض المهم حرية الاختيار تمديروا اللي بغيتو سافي غادي نمشي لهاد طريقة حاولو انكم تدهنوا تالجوانب باش هكا تجيكم لون مواحد وغادي ندير نزيين هكا بججلان كيف ما شفتوا معايا المهم طريقة جد بسيطة غيا نحاول نوضح لان المبتدئات اللي اول مرة غادي يدخلوا المطبخ ولا اول مرة غادي يحضروها باش تجيهم سهلة اما اللي راهم يعني عندهم هكا خبرة مع المطبخ هذي كل شي باينا راه بشوفها غادي عارفو شنو كاين صافي هنا يدخلت هالفران طابت ثم بعديها خرشتها وغادي نضيف هكا الجبن المونزاريلا بغيتو تديرو حتى الايضام اي جبن بغيتو تستغنعوا على الجبن يعني ما كانت تشي مشكل فغادي هكا وهي سخونة غادي نحط ذاك المونزاريلا هكا بين الجوانب وانتوما ما تديروش بحالي انا طيبتها طياب كامل عدرت لها الجبن ودخلتها الفران سخون غي دابت ولكن الفران كان مطفي لكن انتوما إلا بغيتو من اللي تحسوا بها بداتها قد تحمر حيدوها ديرو ذاك الجبن ورجعوها هكا تحت نار مهيلة غيباش ذاك الجبن يطيب ليكم ولا يدوب معكم زيان فكان هذا هو الشكل النهائي انتعلمو من اللحن تاعي كيف ما شفتو معايا في بداية الفيديو انا كنحاول نحيد هذا بكل سهولة من اللي دهنناه بالزبدة فما كانت تلتصقش نهائيا كانت جي مورقة زوينة بزاف يعني تقدروا تستغنوا على العجين مورق وديروا هاد العجينة مكان مسهل منها فهكا قدمتها مع العصير ومع دي صلاة وان شاء الله اتنال اعجابكم هذه هي خليتكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة